الموضوع الأخير أصدقائي موضوع مهم جدا وللأسف يعني موضوع مقزز اليوم فيلت أمزونتا كشفت معلومات خطيرة عن رغبة أحد رياض الأطفال بمدينة هانوفر بتخصيص غرفة للأطفال مخصصة لاستكشاف الجسد ولممارسة الألعاب الجنسية داخل الغرفة الروضة التابعة لما يسمى بالأربايتس فولفات وهي منظمة مختصرها والخبر هو صادم ومقزز ولكننا هنا نتكلم بكل شيء يحصل بهذا البلد حتى يكون الجميع على دراية بكل شيء اقترحت الروضة أن يتم استكشاف الجسد عند الأطفال وفق بضعة الضوابط وهم يدخلون لغرفة استكشاف الجسد عرات ليكسر فضول الأطفال باستكشاف الجنس الآخر لأن حسب الجمعية التي تتبع لها الروضة فإن الأطفال يكسرون فضولهم بالعراء أو بالحمامات أو بالأماكن اللي بيها زرع كثيف يعني هذا شيء يحصل بالخفاء وبعيدا عن أعين الكبار أو المربين ومن ضمن الضوابط اللي حددتها الروضة أو الجمعية اللي تابعة إلها الروضة أولا الطفل يختار المشاركة باللعبة بشكل طوعي وليس بشكل إجباري ثانيا جميع المشاركين اللي يختارون بشكل طوعي لازم يكونوا نكت أو بدون ملابس ثالثا استكشاف جسد الآخرين يجب أن يحصل بشكل لا يؤذيهم أو لا يضايقهم تخيلوا هذه اللائحة تم توزيعها على أولياء الأمور وتم نشرها بالروضة ويعني الآباء انصدموا لما قروها رابعا ممنوع للطفل أن يؤذي الطرف الآخر أو الطفل الآخر اللي يستكشف جسده خامسا ممنوع أن يضع أي طفل شيء آخر بجسد الطفل المقابل وتم وصف الأجزاء الجسدية بالتفصيل مثلا المؤخرة لفم العضو التناسلي إلى آخره سادسا فرق العمر بين المشاركين يجب أن لا يتجاوز السنتين سابعا عندما لا يوجد مربين كافين بالغرفة لا يجب أن يكون هناك أطفال مشاركين بدون ملابس طبعا الأمر حقيقي وصحيفة بيلد نشرت الوصاية اللي لازم على الأطفال أن يتبعوها ولحسن الحظ وزارة التعليم بولاة نيدا زاكسن ومكتب رعاية الأطفال والشباب اللي هو اليوغن آمت رفضوا هذا الشيء واعتبروا أنه بي إساء كبير للأطفال والآن خلوا يعني ضوابط للروضة لازم الروضة تلتزم بيها إذا أرادت الاستمرار بفتح أبوابها وهاي الضوابط هي تتعلق بمراجعة أخلاقيات تربية الأطفال منظمة AVO اللي تنتمي إلها الروضة لأن مثل ما تعرفون يعني كثير من رياض الأطفال بألمانيا تابع الكنيسة بعضها تابع لمنظمات معينة مثل هذه المنظمة AVO وهذه المنظمة رئيسها أو مديرها التنفيذي اللي هو ديرك فوندير أوستن دافع عن موضوع استكشاف الجسد عند الأطفال وهو قال إن استكشاف جسد الإنسان هو جزء من نمو الطفل ويجب عمل الأمر كي يعرف الطفل حدوده ويطور عند نفسه مفهوم الشعور بالعار واحترام الطرف الآخر لحسن الحظ والأمر الجيد هو أنه هذا الطلب أو هذا المشروع تم إلغاء من قبل مكتب اليوغد آمت ووزارة التعليم بالولاية بهذا الموضوع وصلنا لنهاية شاء لكم استفادئت وتحياتي لكم مع السلامة